بسم الله والسلام عليكم. النهاردة هنشرح فركرة بسيطة. ازاي ننقل الملفات بتاعتنا من جهاز المحمول لجهاز الكمبيوتر عن طريق شبكة الواي فاي المنزلية. اول خطوة لازم نتأكد ان الاجهزة بتاعتنا سواء عندي جهاز المحمول او الكمبيوتر بتاعي واصل على شبكة الواي فاي المنزلية. فلازم الجهازين يبدأوا الاول يخشوا على الشبكة بتاعت الواي فاي. تمام? الخطوة التانية ان احنا هنروح نحمل نكون بتحميل برنامج اسمه الفي تي بي سيرفر على جهاز المحمول بتاعنا. هنفتح الجوجل بلاي اللي موجود على جهاز الاندرويد بتاعنا. التليفون. وهنعمل سيرش على اف تي بي سيرفر. هنلاقي ده اللي احنا هنبدأ نحمله وهنعمل كلمة بعد ما حملنا على الجهاز بتاعنا التليفون المحمول. هنبدأ هنشوف ازاي احنا بنبدأ نبرمج الجهاز بتاعي بتاع الكمبيوتر عشان يقدر يتواصل مع تليفون. فاللي انت هتحتاج على جهاز الكمبيوتر برنامج اللي هو متصفح الملفات اللي هو الفايل اكسيب دولا. يبقى هنا من الفي تي بي سيرفر هفتح البرنامج ده اللي موجود على التليفون. اول هما تفتح البرنامج هتظهر لك صفحة زي دي كده. هتظهر لك شاشة زي دي. فهتلاقي هنا الزرار دوت. هندوس عليه. هيظهر لك الشاشة بالمنظر دوت. هناخد الكلام اللي مكتوب هنا بالزبط كده. ونكتبه في متصفح الملفات او في اللي هو احنا بنقول عليه الفايل اكسيب لورر. يبقى ايه اللي هنكتبه بالزبط اللي هي كلمة اف تي بي. نقطتين فوق بعض اتنين آآ سلاش وبعدين نكتب الرقم الارقام اللي موجودة دي بالزبط اللي جنبه. اللي هو والبورت نمر. يبقى الخطوة اللي بعد كده ان انا هفتح جهاز الكمبيوتر بتاعي ده. وهفتح الفايل اللي هو ده كده. تمام? هنا كده. وهاجي هنا هنكتب اف تي بي. نقطتين فوق بعض اسنين سلاش مية اتنين ودسسعين دوت مية تمانية وسيتين دوت واحد دوت مية وسابعين زي اللي كان مكتوب في الشكل عندنا. ونحط نقطتين. وهندوس انتر. بمجرد ما كتبنا هنا الاي بي بتاعنا. اللي هو اخره اتلاقي مية وسابعين. هو هيقوم فتح لك الملفات بتاعة التليفون بتاعك. وبكتب ننضي بقى ننقل اي ملفات من اه ناخدها من على الكمبيوتر من على الموبايل وابدأ انقلها في اي حد هنا موجودة عندي على جهاز الكمبيوتر. وشكرا واتمنى ان الفيديو يكون نقل اعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.